أحمد فيلي والتفاصيل حتى مع مطالبة التشرينين بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في موقف يتوائم مع موقف الصدريين تجاه العملية السياسية لكن ذلك بحسب المراقبين لا يمنع لطار التنسيكي من المضي بتشكيل الحكومة الجديدة التي تنتظر استكمال الاستحقاق الأهم وهو تسمية رئيس للجمهورية قبل الشروع باختيار الكابينة الوزارية لمرشح رئاسة الوزراء فما يجري على الساحة السياسية يختلف عما يدور في خارجها وهذا مؤشر على أن جميع الاحتمالات تبقى واردة في المشهد السياسي مع ترجح تشكيل الحكومة تحت ضغوط قد تكون دولية ما لاحظناه على مظاهرات يوم أمس بأن أهدافهم تلاقت مع أهداف التيار الصدري بانتخابات مبكرة حل البرلمان المضي بإبقاء حكومة السيد الكاظمي للفترة الانتقالية القادمة وفي المقابل وجدنا بأن الإطار التنسيقي أو ما يسمى الآن بإتلاف إدارة الدولة ماضي بتشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية من اختيار رئيس جمهورية ورئيس وزراء وتشكيل الحكومة والمضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان في المرحلة القادمة ويتوقع مراقبون أيضا أن ولادة الحكومة لن تكون سهلة من دون أن تحظى بثقة الشارع العراقي الممتعض من سياسات الأحزاب على مدار السنوات الماضية مع ضرورة أن تتبنى القتل السياسية برنامجا حكوميا يلامس تطلعات الشارع ورغبات الخصوم في إجراء انتخابات مبكرة على الأقل لإنهاء الصراعات السياسية الآنية أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة بحسب نتائجها يعني الضاغط على ولادة الحكومة الجديدة هو الإرادة الجماهيرية أو الشأن السياسي العام الذي يشترك به الجميع وبالتالي القوة السياسية اليوم ليس الوحيدة المسيطرة على المشهد المجتمع والمشهد السياسي وبالتالي القرارات يجب أن تكون للصالح العام حتى على الأقل نضمن العامل المشترك ما بين الشعب وما بين القوة السياسية لإنتاج منظومة مؤسساتية سلطة تشريعية سلطة تنفيذية رئاسة جمهورية متفقة على تقديم الخدمات والصالح العام ورغم مرور ثلاث سنوات على انتفاضة تشرين وعام على الانتخابات المبكرة التي دعا إليه التشرينيون في تلك الانتفاضة لم يتغير الحال كثيرا بالنسبة للمواطن وربما ازدادت الأزمات السياسية والاقتصادية والأملية والخدمية على المجتمع وسط ارتفاع حدة الصراعات السياسية وهذا يعني أن مشهد التظاهرات لن يبقى بعيدا عن الساحة إذا استمرت التقاطعات بين الأطراف السياسية التي باتت تهدد حتى الأمن المجتمعي من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيلي ترجمة نانسي قنقر